دي كانت أخبارنا السريعة كمان على مستوى الصحافة قالت ايه في المحترف؟ نشوف مع حضراتكم نبدأ في الصحف والقرى العالمية أهم عنوين الصحف والمواقع الريادية في العالم يا طريق قالت ايه؟ تعالوا نبدأ بأسبانيا ومرقى الأسبانية ركزت على حوارها مع طبعا فان نيستر روي مهاجم الهولندي السابق لريال مدريد وكتبت فان نيستر روي أنشلوتي مثال ولقد صنع فريقا حققيا ده على لسان طبعا النجم الهولندي الشهير كمان الصحافة تمت بأتليتيكو بلباو ومدربه الجديد أرنيستو وفالدري مدربا لبلباو سبورت الأسبانية ركزت سبورت الأسبانية على أخبار برشلونة ومستقبل الفرنسي عثمان ديمبلي وجافي ومسروع عودة الجماهير لملعب الكامبينو وكتبت شافي يضغط من أجل بقاء ديمبلي واجتماع جديد من أجل جافي والتجديد لللاعب يقترب كثيرا منذ دي بورتيبو الأسبانية ركزت كمان على برشلونة وكتبت حيرة ما بين تجديد عقد ديمبلي أو التعاقد مع رفينيا يعني فيه يعني التعاقد مع رفينيا أو التجديد لدمبلي ده كان صحيفة دي بورتيبو ده كورونيا الأسبانية وكمان فالفيردي هو مدرب القادم نروح نسيب أسبانيا ونطلع على فرنسا فرنسا جريدت لكيب الفرنسية ركزت لكيب الفرنسية على حوارها مع الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان وكتبت على لسان زيدان قصتي مع المنتخب الفرنسي أن تنتهي لن تنتهي بعد طبعا حضراتكم عارفين أن زين الدين زيدان بيطمح كثيرا في يعني المنصب في الإدارة الفنية للمنتخب الفرنسي جريدة كمان لكيب اهتمت كمان بتستقبل نيمار مستقبل نيمار مع باريس سان جرمان وكتبت الاحتمال السري ده على مستوى فرنسا على مستوى إيطاليا لكزيتا دي لسفورت الإيطالية طبعا دي لسفورت الإيطالية ركزت على ملف دي بالا دي بالا وقالت أن انتر ميلا الأسرع في إشارة طبعا لإمكانية ضم اللاعب دي بالا وكتبت ليوناردو بارديس ويوبينتيس يريدين أو يريدوا التعاقد معي طبعا دي بالا من اللعبة المميزة جدا على مستوى الكرة الإيطالية عندنا حاجات كتير جدا إن شاء الله النهاردة في المحترف بقول لحضراتكم عندنا ملفة مهمة جدا هنقشوا مع نجمينة أحمد مجدي لكن نروح فاصل سريع ونستقبل ناقدنا المتميز أحمد مجدي موسيقى